هلا والله هذا أكثر سؤال وصلني في الأسبوع اللي راح وكلها بسبب بشاعة الله يهديه شاف الخبر ولا عرف ينقل بشكل صح الفوتو ستريم اللي هو تدفق الصور لازم تتفرقون بين تدفق الصور والآي كلاود الآي كلاود خلنا ندخل على الفوتو هذا هو ماي فوتو ستريم اللي هو تدفق الصور هذه مشاركة صورك بين أجهزتك يعني أصور الحين تطلع في الجهاز الثاني وموجودة في الآيباد وفي الماك بيقفلونها وبيصير الاقتران أنت اللي تسويه من الآي كلاود فوتو يعني أنت اللي تسوي النسخة احتياطي مو بدا صورت صورة مباشرة تروح لجهازك الثاني هذا يحسن عشان ما تأخذ مساحة وتشغلك بعض الأحيان كثير يكون عنده جهازين يصور هنا يلقاها هنا يصور هنا يلقاها هنا ويأخذ من المساحة في الأفضل أنك تسوي قاعد أعدد لكم الأسئلة عشان تشوفون قديش بعض الإشاعات أنها مرت يعني تشغل الناس هذا تدفق الصور يعني أي صورة تطمر في جهازك الثاني خلاص تسويها من الآي كلاود أفضل هذا من قبل يعني أحط لكم الرابط شرح مفصل أن الفوتوستريم تنقل في نفس اللحظة والإي كلاود نفس الحكاية بس أنت اللي تختار يعني صورت وسافرت ورجعت وعندك جهاز ثاني تبغى ترفع كل صورك ترجع وتسوي تحميل لها ما يحملها بالحالة لا كل صوركم موجودة كل هذه سوالف يعني إن شاء الله أنه بالغلط بالغلط أنه وصل الخبر بشكل غلط فما في أي صور بتنحذف التطبيق موجود والصور موجودة بس أن الاقتران الآلي السريع لأنه كذا صورت هنا بتطلع هناك بشكل مباشر هذي اللي بيوقفونها وأحسن أنهم بيوقفونها لأنها تسبب خليني نقول زيادة في المساحة في بعض الأجهزة في الأفضل أنكم ما تفعلها أنا عندي في جواني هذا ما فعلتها وإذا صورت ورجعت من سافر ولا عندي صور زيادة وحدفت منها المكرر أرجع أسوي نسخة احتياطية من جديد وترفع عندي